اشتركوا في القناة وعقب الاجتماع صرح اسحاقي ان الاجتماع المشترك شهد تعاونا كبيرا مع الوفد الحكومي حيث تم مناقشة المرئيات والملاحظات المعروضة على الاجتماع اذ تم التأكيد على المحافظة على مكتسبات المواطنين وعدم المساس بالدعم المباشر للمواطن واوضح ان اللجنة توفقت مع الوفد الحكومي على زيادة الارادات لبعض المؤسسات والهيئات الحكومية من بينها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية واشار اسحاقي انه خلال الاجتماع تم استعراض الوضع الصحي وموضوع نقص الادوية وامكانية فتح المراكز الصحية على مدى 24 ساعة ودعم المشاريع الاسكانية وضمان عدم زيادة اسعار المحروقات مستقبلا الى جانب تثبيت الموظفين البحرينيين الذين يعملون بعقود مؤقتة واكد اسحاقي ان اللجنة تسعى الى الوصول الى نقطة التوازن بين المصروفات الحكومية والارادات والتي من شأنها الحفاظ على مستقبل البحرين المالي والاقتصادي والمجتمعي اشتركوا في القناة